تحية طيبة لكم مشاهدين في كل مكان من القدس بالرغم من أن الوضع الأمني في سيناء عرف دورات متتالية من الانفراج فالتوتر ثم الانفراج فإن المرحلة الحالية مع عمليات الجيش المصري في سيناء وهجوم إيلات تبدو فيها دورة الوضع متجهة إلى حالة جديدة لم تكن مألوفة من قبل فالمؤشرات التي تتواتر تباعا تعبر عن نقل أمنية كبرى وللحديث أكثر تنضم إلينا مباشرة من إيلات مراسلتنا أنسام سلمان أهلا بك أنسام مرة أخرى بداية كيف تلقى الشارع الإسرائيل وتحديدا في إيلات في هذه المنطقة كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنيوهو قبل قليل والذي توعد بالرد على هذه الهجمات نعم إيمان الشارع الإسرائيلي هنا لقد تلقى نوعا ما خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنيوهو بارتياح مطالبين الحكومة الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات والرد على هذه العملية لكن بتوازن فهناك خوف في الشارع الإسرائيلي من أن تكون الرد عنيفة تؤدي إلى حرب يخافون أن يكون هم الضحية الأولى لهذه الحرب لذا يطالبون الحكومة بالرد العقلاني والمتوازن لهذه العملية نعم وهل هناك أي معلومات جديدة بالنسبة لإطلاق النار الذي كان قد بدأ مسبقا أو أي معلومات جديدة بالنسبة إلى التحقيق في شأن الهجوم نعم إيمان إلى الآن لم تتبنى أي جهة رسمية المسؤولية العملية التي حصلت ظهرها اليوم ولكن على ما يبدو أن الرد الإسرائيلي على هذه العملية ابتداءا بقصف قيادات مدنية وتحديدا قيادات من لجان المقاومة الشعبية في غزة دليل واضح على تحميل الجهات الإسرائيلية المسؤولية لهذه الجهة مسؤولية العملية نعم طب هل هناك مستمر إطلاق النار الذي بدأ قبل قليل على الحدود الجنوبية إلى الآن لا توجد أي معلومات حول إطلاق نار يبدو أن إطلاق النار على الحدود الجنوبية قد توقف لكن الشوارع هنا في مدينة إيلات في قلب هذه المدينة متأهبة لأي مسجدات في الساعات القليلة القادمة والتواجد الأمني هنا كثيف إذ نرى ونشاهد في الشارع الإسرائيلي هنا وجود قوات عسكرية وقوات أمنية بلباس عسكري وبلباس مدينة تتجول خوفا من أي عملية جديدة في الساعات القليلة القادمة نعم أنسان سلمان مراسلة اليوم على الحراء كنت معنا مباشرة اليوم عبر الساعات الثلاثة من إيلات أود أن أشكرك جزيل الشكر ويعطيك ألف عافي مجاهدين ينضم إلينا الآن من القاهرة سيد سعيد عكاشة الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك معنا بداية سيدي كيف تقرأ دعوة وزيرة الخارجية كلينتون اليوم لمصر تعزيز الأمن في سيناء هي في الحقيقة دعوة متكررة حتى من قبل هذه الحادثة حتى من أيام الرئيس المخلوع مبارك كانت هناك دائما شكوى من إسرائيل من أن الإجراءات الأمنية على الحدود المصرية لم تكن قوية إذن هي دعوة طبيعية ولكنها تأتي في ظروف مصر تمر بحالة انعدام وزني إلى حد كبير بعد سورة 25 يناير ومن المطاقة أن تحدث بعض الصغرات الأمنية التي يمكن أن تسبب بعض المشكلات نعم يعني سيد عكاشة هل يعكس هذا الوضع الأمني في سيناء وعملية إيلات وما سبقها أيضا من تفجير للخط الناقل للغاز إخفاقا ربما في التعاطي مع الأزمة والتوتر الأمني في المنطقة لا أريد أن أسميه إخفاقا نحن نتحدث عن ظروف استثنائية تركيز الجيش المصري حاليا على الأمور الداخلية هناك حالة انفلات أمني في الشارع المصري هناك حالة احتقان سياسي أيضا بسبب الخلاف حول المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحكيمة للدستور كل هذه الأمور تستنزف الأجهزة الأمنية وتستنزف أيضا قدرات المؤسسة العسكرية وعمل الطبيعي عن تحدث بعض الأزمات ولكن حتى الآن لا يوجد دليل على أن الحادثة التي بمرة حدثت في إسرائيل اليوم كانت تنطلق من الأراضي المصرية المهاجمين كانوا داخل الأراضي الإسرائيلية لا نعرف حتى الآن من خلال المعلومات المتاحة هل كانوا قد عبروا عن طريق أحد الخلايا الموجودة في سيناء التي تتعاون معهم أم لا طيب سيد عكاشا رغم أنه لم يتم أخذ المسؤولية على هذه الهجمات من قبل أي جهة ولكن برأيك وبحسب متبعتك للأمور من يقف وراء هكذا هجمات وتصعيد أمني في هذه المنطقة يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الحركات الرسمية الإسلامية المتطرفة في غزة مثل حماس والجهاد ليس لديها مصلحة الآن كبيرة في أن تستفز إسرائيل وأن تدخل في عملية ربما تتسع وتؤدي إلى حرب ما بين الطرفين خاصة أن الحرب التي مضت في عام 2008-2009 كانت حرب قصية على غزة وما زال الحصار قائما أعتقد أن هناك جماعات غير منظمة هناك تنظيمات صغيرة لها لا يعرف حتى بالنسبة للأجهزة الأمنية ما دارت بطاطها بأطراف أخرى سواء كانت في الداخل أو الخارج هذه الجماعات الصغيرة ربما تقوم بهذه العمليات بدواعي عقائدية مباشرة البيانة الذي يوزع في العريش على سبيل المثال قبل الحديثة بأيام كان يظهر أن هذه البيانات تصدر عن جماعات غير منظمة وتفتقر حتى إلى كتابة الخطابات في مثل هذه الأمور حينما يعلنوا مسئوليتهم عن حادث مثل تفجير الغاز في سيناء إذن نحن نتحدث عن جماعات ربما لا تكون تحت السيطرة تماما ربما تكون مجرد حلقات صغيرة ربما تضع بعض العنوين لنفسها كما تدعي أنها من القاعدة مثلا لكي تزيد من حجمها أو تزيد من قدراتها التأثيرية ولكن حتى الآن المعلومات المتوفرة لا تؤدي إلى أي خيط يقود إلى تنظيمات كبرى ولها تواجد منذ سنوات طويلة في المنطقة سيد عكاشة أود أن أشكرك على هذا التحليل الشامل لهذه القضية من القاهرة كنت معنا سيد سعيد عكاشة الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا لإضمامك إلينا ترجمة نانسي قنقر أداية كانت بتفجير أنبوب الغاز بسيناء والمغذي الرئيسي للأردن وإسرائيل بالغاز الطبيعي وكان ذلك إنعكاسا مباشرا للانفلات الأمني الذي أعقب الثورة المصرية الحادث تكرر مرة ثانية وثالثة ورابعة ثم تطورت أحداث الانفلات وأخذت أشكالا أخرى نهاردة إحنا محتاجين أن نفرد سيطرتنا على القطاع الشرقي خصوصا بعد أربع انفجرات حصروا في خط الغاز هجوم غير عادي وغير مقبول على المنشآت الحكومية وأقسام الشرطة وضربها بقنابل اليدوية والأربجهات والجرنوف والتعدي عن معسكرات أمن مركزي وابتدأ يسقط شهداء من الشرطة ومن القوات المسلحة فضلا عن المواطنين المدنيين وفرض جو الرعب الموجود هناك بيخلي مصر لازم تبسط سيطرتها على المنطقة هناك التساؤلات حول الجهة المنفذة لتفجيرات أنابيب الغاز تزايدت وظل الفاعل مجهولا إلى أن أشيع عن ظهور خلية تابعة لتنظيم القاعدة تحاول بسط سيطرتها على سيناء وتحويلها إلى إمارة إسلامية وهو ما نفاه المجلس العسكري الحاكم وأرسل بتعزيزات كبيرة لاستعادة الوضع الأمني المنفلت الجماعات اللي موجودة هناك بتزعم أن هي صحبة سيطرة وصحبة قدرة على الإنفاذ القدرتها التكنيكية هناك وده مش هيستمر إنما الهدف اللي هما بيوصلوا له في الوقت الحالي إن هما بيسيئوا إلى علاقتنا مع بعض الدول المجورة إن هما بيدروا بالاقتصاد المصري إن هما بيدوا انطباع لدى الدول الغربية إن فيه قلاق في مصر وفيه إسلاميين بيحاولوا يأخذوا السلطة في منطقة من المناطق وبيبعدوا عننا أي تطور في النحية الاقتصادية أو في النحية السياحية دول الجوار بالطبع انتابتها مخاوف من تلقيها هجمات إرهابية انطلاقا من سيناء وشهدت الفترة الأخيرة تحركات دبلوماسية مكثفة للوقوف على حقيقة الوضع في سيناء وعواقبه ولعل آخر هذه التحركات زيارة رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية عمو السجل عادة إلى مصر لو بنتكلم على اتفاقات جنب ديفيد بالذات والاتفاق مع السلطات الإسرائيلية على زيادة القوات في سيناء في خلال الفترة اللي فيها الوقت أو التفيز عملية معينة أعتقد أن ده شيء مشروع جدا وأعتقد أن هما حيوفق عليه بسهولة والدليل على كده أن فيه قوات موجودة هناك ودعم مش حيصير أي مخاوف ومرحلة اللي احنا فيها لأن في الآخر الهدف هدف الإنسانية واحد هدف الإنسانية هي مكفحة الإرهاب الانفلات الأمني في سيناء وصل إلى ذرواته بالهجوم على مراكز الشرطة بمدينة العريش مع استمرار الغموض حول الجهة المنفذة لتفجيرات خطوط الغاز وهو الأمر الذي دفع الجيش إلى تنفيذ عملية أطلق عليها اسم نسر لاستهداف منفذي تلك الهجمات ليعود الهدوء مواقعا إلى سيناء لكنه هدوء لم يبدد المخاوف الدولية حتى الآن بشكل كامل أسامة يوسف اليوم على الحرة القاهرة